مقدمة مهمة عشان تعرفوا تصنيفي ضمن مشاهدي افلام الرعب انا مش زي اللي بيطلعوا بعد اي فيلم رعب يقولوا انهم متخدوش وقعدوا يضحكوا ويهزروا مع كل مشهد المفروض ان هو يخوفهم انا راجل صريح لو شفت فيلم رعب فيه مشهد خوفني فعلا حرقع بالصوت في السينما وحطلع اقول كده في المراجعة انا شبح اه لكن مش جبلة احداث فيلم ات بتبتدي في اكتوبر سنة 1988 في بلد صغيرة اسمها داري عشان نشوف حتة اختفاء الطفل جورجي ونعرف ان وراها مهرج اسمه بيني وايز بيعيش في المجاري بنتحرك بعد كده ليونيو 86 عشان نعرف ان اختفاء جورجي كان مجرد بداية لحوادث اختفاء لاطفال كتير وسط حالة من اللامبالامة بين اهل البلد لكن بل اخو جورجي بيقنع اصحابه انهم يحاولوا يحلوا اللغز ده ومع اقترابهم من اكتشاف وجود بني وايز بيبدأ هو يهاجمهم في شكل حوادث مرعبة لكل واحد فيهم الاصدقاء بيصرحوا بعض بالحوادث المرعبة اللي اتعرضوا لها وبعد جدل ما بينهم بيسمعوا كلام بل وبيبدأوا في محاولات للوصول لبني وايز ومواجهته ومع انضمام بنت اسمها بيفرلي وولد اسمه مايك بيشكلوا نادي الفشلة او اللوزرز كلاب فهل فريق ابطالنا ممكن ينجحوا في مواجهة بني وايز ومواجهة مخاوفهم ومواجهة الاذا اللي بيتعرضوله؟ فيلم ات مبني على رواية لستيفن كينغ صدرت سنة 1986 واحداثها مقسومة على فصلين الفصل الاول احداثه بتبدأ سنة 57 والفصل التاني احداثه بتبدأ سنة 84 الرواية دي اتقدمت لها مراجعة في شكل مسلسل قصير اتعرض سنة 1990 وكان مخلص الى حد كبير لاحداث الرواية وقدم تناول للفصلين فيلمنا بقى اللي بدأ عرضه يوم 8 سبتمبر واصبح حدث سينمائي على المستوى التجاري والمستوى النقدي ضمن تصنيف افلام الرعب بيتناول الفصل الاول بس للاحداث انا عن نفسي قريت كتير عن الرواية بس ما ارطهاش وقريت كتير عن المسلسل بس ما شفتوش فانتباعاتي كلها مبنية على تجربة مشاهدة الفيلم بشكل مستقل وانتباعاتي دي ايجابية بشكل كبير فيما يخص اجواء الفيلم وشخصياته وحبكته وارسلته ونص نص فيما يخص تتابع احداثه وموقعه داخل تصنيف افلام الرعب وخلونا انفصص اجواء الفيلم رائعة جدا وفيها كل العناصر اللي فيلم رعب محترم ممكن يحتاجها بلد صغيرة في فترة زمنية متأخرة على مستوى التكنولوجيا وده معكوس على كل حاجة فيها شكل البيوت والشوارع والعربيات والعجل المدرسة المكتبة حتى الادوات والاجهزة كل حاجة قابلة للتحول لاداة مرعبة بس اجواء اي فيلم في الدنيا مش ممكن نلاحظ جمليتها من غير المكون الرئيسي اللي بيخليها تنبط بالحياة اصلا وهو الشخصيات في رأيي ده افضل عناصر الفيلم على الاطلاق تكوين شخصياتنا الرئيسية على جانب الخير بالتحديد وبالتحديد اكتر الفيلم اخد قرار جريء بانه ما يخصصش اي وقت للتعريف بالشخصيات يمكن بينو بيفرليو مايك اخدوا فرص بس برضو ما كانتش فرص كبيرة اطباع والدوافع والاهداف كلها بتتقدم من خلال المواجهات وتوابعها وفي كل فصل كنا بنلاقي البصلة بتميل شوية نحية حد منهم فبنتعرف عليه اكتر وفجأة مع اقتراب المواجهة الاخيرة لقيت نفسي عارف كل حاجة محتاج عرفها رغم اني ما كنتش مدرك اني بعدي بفصول تقديم اصلا مش بس كده ده انا لقيتني حبيبهم كلهم ومتعاطف تماما مع كل واحد فيهم وده نتيجة لخليط من تصميم جيد للشخصيات وتكسيد ممتاز وقيادة اخراجية وعية من اندي موشيتي على مستوى التكسيد فريق اللوزرز كله رائع بس الاداء الافضل في رأيي كان لفين وولف هارد في دور ريتشي فين وولف هارد هو اللي قدم دور مايك في مسلسل سترينجر تينجز واللي عارف طبيعة دوره في المسلسل وبعدين شاف الفيلم حيعرف ان الولد عنده نطاق للتكسيد مش بسيط وهو سنه 14 سنة بس لانه في قت وبعكس سترينجر تينجز طالع سافل ولسانه طويل وعيش دور الصيع اللي في المجموعة ومن خلال الصفات دي عنده حضور مبهر في كل مشهد وولف هارد وباقي الولاد تكسيدهم ممتاز كاطفال سوفيا ليليز في دور بيفرلي بقى موضوع تاني تماما في عمر 15 سنة اداءها بتاع اداته يصنفها كممثلة متكاملة بعد ما قدمنا ضروري اول حاجة نترقبها هي حنعمل بيهم ايه بقى وهنا ييجي دور الحبكة حبكة الفيلم بتنطلق من ظواهر اختفاء الاطفال وبتتطور مع قرار فريق الاططال المكون من مراهقين صغيرين انهم ينطلقوا في مغامرة لمواجهة الشر اللي بيهددهم تطور مهم وله دوافع واسباب وجيهة جدا لكل واحد منهم والطبيعة المستقلة لكل واحد فيهم بتلعب دور مهم جدا في قراراته اثناء المغامرة وبترسم بالهداوة وبثقة كبيرة ابعاد الرسالة الرسالة بقى ورغم وضوح ابعادها ولكن النتيجة النهائية وارد ان كل مشاهد يفسرها بشكل مختلف انا عن نفسي اعتقد ان رسالة الفيلم موجهة للكبار مش للصغيرين لان اصلا الفيلم R-rated يعني مش موجه للمراهقين عشان يطلب منهم انهم يواجهوا خوفهم متسلحين بالحب ده موجه للكبار عشان يقولهم ما يتجهلوش انتهاكات الصغيرين لما بيشوفوهم بيتعرضو لها قدامهم اي انتهاك بقى تنمر من اقرانهم عنف اسري حرص مبالغ فيه اي حاجة بتسبب لهم خوف ممكن يتطور لشر قادر انه يحول الضحية نفسها الخطر ويتحول الموضوع لديرة ملهاش نهاية وانا شايف ان ده موضوع خطير جدا ورسالة مهمة جدا لاي مجتمع في اي حتة في العالم طب لحد كده والدنيا حلوة فين المشاكل بقى المشاكل زي ما قلت في تتابع احداث الفيلم وموقعه في تصنيف افلام الرعب في حاجات كتير معرفتي بالرواية سعبتني عشان افهمها واتخطاها وانا بتفرج واهمها هو امتى بيني وايز بيكتفي بالتهديد وامتى بيدرب بكل قوته كمان عندي مشكلة كتير من حضراتكم حيتوقعها وهي العنف تجاه الاطفال بهدف خلق تعاطف الفيلم فيه كم مشهد عنيف ودموي صعب نتوقع انهم حيتعرضوا بالوضوح ده وضحياهم اطفال شيء مش مريح بالنسبة لي بس متفهمه لخدمة الرسالة بس ليه الاسهاب في تقطيع قلوبنا بطرح مشاهد كتير وطويلة فيها استعراض لدرجة البراءة والطيبة عند الضحايا دول في رأيي انا ده ابتزاز سهل للتعاطف الرعب اللي في الفيلم كمان في رأيي مكانش فعال بشكل كبير او حتى متساوي مع اعترافي بجودة المؤثرات وكفاءة الايقاع والموسيقى وتحفظي على اقحام كوميديا هزلية شوية في وسط مشاهد الرعب نتيجة الرعب نفسها متوقفة على ما ايه ده كان اللي بيخوف اعضاء فريق اللوزرز كان بيخوفك وانت صغير ولا لا وعلى فكرة الرعب اللي بيكتبه ستيفن كينج عمره ما كان بيفزع بشكل كبير هو بيركز اكتر على انه يكون صادم او مزعج والحقيقة في مشهدين في الفيلم صدموني وازعجوني بشدة الجانب السلبي بس ان في بعض الاحيان كان بيبقى فيه تركيز كبير لمحاولة خلق لحظات رعب كبيرة وفي النهاية برضو ما كانتش فعالة في رأيي وان بني وايز بتصميمه باداء بيل سكورسجارد ملوش حكمة كده يعني ده سفاح ولا وحش ولا ايه بالزبط ما عنديش لوم لطريقة الاداء بس تركيبت الشخصية على بعضها كده ظهورها ما كانش بيصدر رعب او حتى قلق لحد ما كان بيعمل حاجة فعلا ما كانش له تأثير كبير اعتقد ان مشاهدة الفيلم بدون وضع امال كبيرة على وجبة رعب دسمة وبشوية دراية بالرواية الاصلية مهم جدا للي استمتاع بي وعشان انا كنت محظوظ بالصفاتين دول تقييمي لفيلم ات هو 8 من 10 وانهاية الفيلم خلتني متحمس ومترقب للفصل التاني اللي هيتقدم في الجزء التاني منقشة الحلقة ايه هو الفيلم اللي تصنيفه فيلم رعب ومع ذلك ما رعبكوش بالقدر الكافي بس برضو ما تقدروش تنكروا انه فيلم حلو ياريت تساهموا برأيكم في الكومانس ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة عشان تجيلكم الحلقات اول بول وتابعونا على فيسبوك وسناب شات وتويتر ولو عاوزين تتعرفوا على احدث الحلقات اللي عملناها على فيلم جامد استنوا الشاشة اللي جاية باي باي